إلى لبنان وفي إطار الخدمات التي يقدمها المستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت والذي أعطى الملك محمد بن السادس تعليماته لإقامته بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين جراء انفجار ميناء العاصمة بهذا الإطار تمكن طاقم المستشفى من تقديم 9421 خدمة طبية لفائدة المتضررين من الحادثة هذا قد أجرى طاقم الطبي للمستشفى 68 عملية جراحية في مختلف التخصصات من بينها الجراحة العامة والطب العظام والمفاصل والدماغ والأعصاب والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد وجراحة الحروق والجراحة التقويمية والإنعاش والتخذير والمستعجلات والطب الأطفال والطب العام كما سهر الطاقم الطبي والمغربي على تقديم خدمات علاجية أساسية متعددة من بينها 274 خدمة خاصة بالتحاليل الطبية وإجراء 465 فحص بالأشعة فضلا عن توزيع الأدوية مجانا لفائدة 3413 شخصا